السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع خاصة بالطلاب. بتدور على اي مادة تذكرها? هتقول له مثلا انا في المرحلة السنوي. تمام? فاني صف. مثلا صف التاني. يبدأ يجيب لك كل الكتب المتعلقة بالصف التاني في المرحلة السنوية. وليكن مثلا الرياضيات. فتقدر انت تسأل اي سؤال خاص بالرياضيات. وتقدر انت ترفع كتب خاصة بك بحيث الناس برضو كل الناس اللي موجودة معك في نفس السنة تستفد. فموقع جميل للمذاكرة بحيث هتلاقي كل الداتا اللي انت عايزها. تقدر تسأل اي سؤال. هو معتمد على الزكاء الاصناعي. لكن بيحاول يخلي الاجابة من كتب الدراسية. تمام? طبعا نشوف العلوب مثلا هتلاقي ورقة عمل هيط. مفروبها كل واحد يبدأ يزود الحياة اللي موجودة معيه. دي بقى بحيث ان انت تسأل السؤال والاجابة. اهي. ممكن تقول له انا عايز حاجات اختيارات من المتعددة او عايز فلاش كارت. او 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 تبدأ تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها. تمام? ابدأ تعلق. اختبار. اه. سرعة الصوت في المياه. تبدأ تشوف ايه واحدة فيهم. وهكذا. تخطي. نمازل ناره ضوء الشمس ونساعة نسمع صوت الانفجارات التي تحتز بداخلها. تبدأ تشوف الاجابة ديت وتحلها. ممكن نقول له اخرى. نتمنى بقى ان هما يضيفوا حاجات بتاعت ابتدائي. ايه? ايه بدأ بقى يجيب لك تفكير ناقد مراجع الكيمياء لحاجات دي كلها. هو بيوفر لك بعض الاسئلة بحيث ان انت تقدر تختار منها تقدر ان انت تعلم بشكل افضل. فالموقع فكرته كويسة مع الوقت لما نضيف كل كتب بتاعتنا. بس اعتقد ان هو مفروض يقسمها انتفقني دولة بحيث ان الاجابة تطلع افضل لان انا ما عرفش هو ما مخصمنا انان دولة. لكن لما يضيف كل البلاد انت بحاجة ممتزة.